هو أن الكابتن طارق التايب يزور النادي الأهلي ويطلب مشاركة النادي الأهلي في مهرجان اعتزاله وكالعادة النادي الأهلي أو نادي القرن الأفريقي يرحب بالمبادرة ما فيش شك أن كابتن طارق التايب واحد من أبرز المواهب الليبية اللي كانت موجودة في الملاعب العربية سواء الملاعب الأفريقية أو الملاعب الأسيوية واحد من اللعيبة المحترمة جدا 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 أكيد طبعا ما كتبش النصيب أنه هيكون من ضمن لعب النادي الأهلي لكن يعني الختام مسك ومباراة اعتزاله مع النادي الأهلي إن شاء الله هتكون مع فريق الهلال السعودي وهيتم تنصيق وترتيب المباراة وفقا للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بالنادي الأهلي يعني صورة إذكارية بتيشرت النادي الأهلي ردا على زيارة طارق التايب وطلبه من النادي الأهلي على إن النادي الأهلي يشارك في مباراة اعتزاله وفي نفس الوقت طبعا أي حد أو أي أخ عربي من أي دولة شقيقة أكيد بيطلب الطلب الكبير ده من النادي الأهلي ما فيش شك إن الأهلي دايما لا يتأخر عن حد ولا عن النجوم العربية ولا عن أي لاعب يقدر ويعرف إيه مثل النادي الأهلي كويس جدا طبعا المباراة زي ما حضرتكم عارفين إن شاء الله هتكون وفقا للارتباطات الرسمية القادمة كابتن سيد عرض الأمر على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والكابتن بيبو رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقاء العرب ونجمها على مدار الأجيال وإن المباراة تقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقديرا لمبادرة الكريمة من المستشار توركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة واللي هيقوم برعاية المهرجان والأمر اللي بيعكس علاقة التأخي والمحبة بين الشعبين الشعب السعودي والشعب المصري وعقب موافقة الكابتن محمود الخطيب جرى نقاش ما بين الكابتن سيد ومستر روني فايلر واللي أيضا هو كمان وافق على مشاركة النادي الأهلي في اعتزال أو مهرجان اعتزال الكابتن طارق التايب أحد أهم اللاعبين اللي جمب في ليبيا وفي القارة الأفريقية وأيضا في الملاعب الأسوية لكن زي ما قلت لحضراتكم يتم ترتيب المباراة على حسب الأجندة الدولية القادمة أو الأجندة الدولية وأيضا الموعيد المحلية القادمة ما بين الاتحاد النصري والكابتن طارق التايب وأيضا فريق الهلال السعودي